مرحبا بكم ارجعنا لكم وصفة جديدة من الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم ماء الساخن نوضعه في الوعاء اي نوع وعاء متوفر عنكم نوضع وعاء اخر فوق منه الشوكولاتة 200 جرام وضعت زيت عليها 50 جرام هو الطبيعي لازم 100 جرام ولكن انا بدي اياها ناشفة شوية ماسكة حال الشوكولاتة نوضع زيت 50 جرام حسب الليون انتو كيف تكون اياها ممكن توضع بدل الزيت الكريمة كريمة بحرارة الغرفة كريمة طازجة من التلاجة بحرارة الغرفة 50 جرام لـ 200 جرام انا وضعت انتو بتوضع ممكن 100 جرام كريمة او زيت حسب انتو كيف تكون اياها حسب الوصفة انا بدي اياها ماسكة الشوكولاتة فوضعت نصف الكمية الوصفة الثانية حليب 3 كوب بفضل حليب كامل الدسم موجود في السوبر ماركت بالتلاجات كيكاو خام 2 معلقة الطعام نشط زراء 2 معلقة الطعام سكر تقريبا نصف كوب او اقل بشويح فانيلا معلقة صغيرة 3 جرام قليل من الملح تقريبا 1 جرام قهوة سريعة الزوبان الخفيفة تبعت النصف كافة 4 جرام معلقة صغيرة تحريك باستمرار من شان النشا يزوب مع الحليب وما ينحريك ما يكتل معانا الزبدة اخر شي بنوضع الزبدة بعد 5 دقائق تقريبا تمسك حالها منوضع الزبدة 30 جرام 2 معلقة الطعام ونحرك لمدة دقيقة تقريبا او حتى تزوب الزبدة مثل ما انتم شايفين بدال هي بديل لصصات تبعة الكيكو الجهزة احنا ممكن نزين فيها الكيكة ممكن نستخدم لأي وصفة من وصفة لوصفة تختلف لا الشوكولاتة الشوكولاتة خام 300 جرام طبعا كمية انتوا بتقلل بتعمل نصف الكمية و بتضعف الكمية وبنضيف ماء ساخن 100 جرام هذه ما بتنفع لكل الوصفات حسب نوع الوصفة الشوكولاتة هذه غير متماسكة مع بعض هي سايبة بتكون واذا انتوا بتكون اياها ماسكة اكتر بتقللها المية بتكون اياها سايبة اكتر بتزوده المية حسب نوع الوصفة هذه ما بتنفع لكل الوصفات هذه الشوكولاتة تقريبا سايبة بتكون مثل ما انتوا شايفين أنا باستخدامها لبعض الوصفات هي ما بتمسك حالها خالص يعني بتظلها سايبة الا اذا قللتوا المية شوية الوصفة اللي بعديها حليب 4 كوب 800 جرام هذه الحشوة الكيكة هذه بدل الكريمة نشط زرها نصف كوب 70 جرام كيكاو خام ربع كوب 40 جرام سكر اقصر بقليل من نصف كوب 120 جرام معلقة كبيرة فانيلة السكر 10 جرام او اي فانيلة سائلة بديلة ملح قليل 1 جرام تقريبا قهوة سريعة الزوبان تبعت النصف كافيه معلقة طعام تقريبا 6 جرام نحرك حتى تنسجن كل المكونات تقليب باستمرار حتى تكون سميكة تقريبا تاخد 5 دقائق مثل من انتم شايفين الزبدة اخر شي بنوضع الزبدة ربع كوب 50 جرام تقريبا نحرك لمدة دقيقة او حتى تزوب الزبدة فقط يعني دقيقة حسب ما تدوب الزبدة هذا ممكن نحشي فيها الكيك وممكن احنا نرفع الكيكاو المر ونرفع القهوة وتكون كريمة مثل الحليب كريمة حليب تكون كريمة عادية بيضة تكون إذا رفعنا الكيكاو والقهوة استخدمها بدل الكريمة البيضة الزبدة بتوفرها الكريمة نحشي فيها الكيكاو مثل من انتم شايفين هي كتير روعة كل الوصفات موجودة بالقناة تابعوها الوصفة البعضية لكل كوب سكر ناعم بودرة من معلق الطعام حليب واللزوجة انتم بتحكموه يا اما بتزود الحليب تكون لزجة اكتر يا اما بتتقلل الحليب او بتزود السكر تكون سميكة اكتر انتم بتحكموا فيها ممكن نوضع اي لون بدنا اياه و الوقت نوضع شويه منوضع الكيكاو فرجيكو الكيكاو الكيكاو عشان نضيف الكيكاو منضيف قليل من الحليب زي بننضيف كيكاو عليها منشان ستسير السوس للشوكولاتة نضيف الكيكاو و نضيف قليل من الحليب كمان منشان اضفنا كيكاو لازموا شوية حليب واللزوجة مثل ما حكينا أنتوا بتحكموا فيها ياما بتضيفوا زيادة كيكاو ياما بتضيفوا زيادة سكر ياما بتضيفوا شوية حليب يعني الوصفات كلها عندي أنا مرنة فيها مرونة يعني وبنزين فيها مثل ما أنتوا حابين وكل الوصفات موجودة عندي بالقناة ويريد تشتركوا بالقناة عشان يوصلكوا كل جديد في أمان الله انتظرونا بوصفة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة وإذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة